من الاكشن ومود الاكشن اللي انت عايش فيه والحاجات الانتحارية اللي انت بتعملها دي لملحمة العشق والهوى اه دي حقيقة القرار اساسا انك انت برضو انتو كنجوم وكنتو يعني انتو مسكين مرحلة بنت لازينة في السينما يعني انت من اول ما حالة الهبوط الفضيعة اللي كانت بتمر بيها السينما المصرية في التسعينات وابتدتو تمسكو مجموعاتكو كلكو كمنتجين ومخرجين وكل حاجة من بداية بقى من صعيدي وطالع واسماعيلية رايح جاي وروحنا بقى في منطقة بقى فيه انتاج وفيه شركات وفيه شعر فيه وكلام ده اه مسئولية انك انت يعني يعني بتغير كرير ممكن تبقى بتتغير كرير يعني انك انت تخش على الرومانسية اللي بالشكل ده اقول لحضراتي قراراتكم مكادش سهلة كمان يا حضر اقول لحضراتك طبعا تعالي نتطافق ان الله اه طبعا الله طول الوقت فيه استراتيجي الهي كده الواحد لازم بيحترمه وبيمشي قراره يعني فيه خطة الهية كده الواحد لا تعندي القدر اه بالاضافة ان ربنا سبحانه وتعالى دينا شوية موخرة حالكو تعملت فيلم اسمه صهر الليالي اه صح ولا غلط اه انا اتفرقت على فاهم ده في السينما اه وجات لي حالة من حالات استفزيت فنيا جدا بالمعنى الايجابي ايو 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 قلت انا ليه انا مش جزء من المنظومة البديعة دي ام انا اكيد هعمل كده انا عشت وكان لها عمر اذا كان ربنا مقدل ان انا من الاحياء يعني يا ربي فعايز يبقى بيادي لابيادي عمر يعني عايز يبقى عندي في الكريدت بتاعي ان انا رحت الحتة دي بمزاجي اه ورجعت منها وفضل طريق جايي مزاجتش عليها كان عندي هدفين اه ان انا امثل التمثيل الملحمي اللي حرارك قلت عليه وانكا وانجاز لها تعبير ايجا كلمة اكبر شوية هي كلمة اكبر بالزبط يعني بس الشكل ده من الاداء يعني وكان عندي هدف تاني ان انا اتجرق على جسمي انا كنت جبان ممثل جبان في استخدام الجسمي اه يعزي الجزيرة مثلا دي بدايات ان انا استخدم ايدي وعناية كنت بخاف كنت بعتمد شوية على البوكر فيس او الشكل المحايا كنت بخاف بخاف الناس التاريخ عليها عندي احساس ان انا في قصور فيها في حتة معينة الله اعلم بس كان عندي نوع من النوع الجبن ان اخد خطوة لغاية ما تفرقت على الفيلم شفت الزمالة دي كانوا جمال كلهم طبعا يعني والفيلم جميل وحدوتة بتتسرد انت دنيا صحيح اه ومونا زيكا وشريف منير وفاتحها يعني ام تلايلايا لله فيلم جميل فيلم جميل يعني وقولت لتامر انا قلنا عندي حدوتة كذا 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 والحدوتة دي بتقوله تفتكر اخي اخياتها وتعلالها تامر جالي ايطاليا وقعدنا مع نصدر شمام خالق بتقوله نتكلم وشام قال لي ده ريسك وقولت له بيدي لا بيدي عمر ناخد الريسك ونروح وفي نفس الوقت يا قد انت مداري وسط مجموعة من نجوم كبار جدا لا قدر الله لو فيدي فوق بريق الناس دي هنعاكس عليك والعكس صحيح يعني عندي مبدأ في حياتي انه ايد لوحدة ما تسقفش يعني وخدت الخطوة وعملت الفيلم وحصل الاول نوع من الاحباط عند الناس ازاي السقعيات ويزي مش عارف ايه اه ده مشهد مهم قوي لان نحلة مهمة انه مشهد البكاء الحقيقي بتاعك ده وبيدليت الصور اه بدلت حاجتها اه كلها ومنازمة شريف مونير كان نضيف شرف في الفيلم ايو حبيب قربي اه في الاخر اه